يقول ذكر أحد طلبة العلم أن بيع الهر جائز باتفاق الأئمة الأربعة وأن القول المخالف لهم مرجوح فهل ما ذكره صحيح؟ منين جاب الكلام هذا؟ اسألوه منين جاب الكلام هذا؟ من راسه؟ نعم ما سمعنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ونهى عن بيع الكلب نعم